السلام عليكم ورحمة الله تعبكاته وهلا والله فيديو جديد وفي ده 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 بدرلك إلا ده اذا تعمل اليداع على كرت فوري الأصفل اللي هو مائي فوري بتكسره وبسيطة من خلال فودفون كاش فبدرلك كتير رحل الشرح. ده شباب بناروح على فودفون كاش ونكتب الكود نجمة ناسة شباك وإتصال. ده رقم خاص بالمحفظة عشان نطلع كرت الدفع عشان نحاول فودفون كاش للفيزا هندوس على الخيارات وندوس على كلمة اليداع بالكرت رقم ثلاثة بعد كنت دوس على كمه ارسال ده شباب. هنا عقول لك انت عايز تطلع قيمة الكرت الفلوس اللي انت تطلعها من الكرت طب كام. ولا كنا انا عايز اعمل خمسين. طبعا الكرت بيطلع من خمسين جنيه لحد كاز الف. ولا كنا اكتب الى المبلغ اللي انا عايز اطلع بالكرت ودوس على كمه ارسال. بعد كاش انا بقول لك ادخل رقم المحفظة الرقم السري. ادخل رقم السري وبدوس على كلمة ارسال. ده شباب. فانت القناعة يزال لك رقم الكرت ومعلومات الكرت الدفع. ده الكرت ده نظام زي الفيزا اللي احنا ندخله في فوري كأنه فيزا. وطبعا لو انت ما خداش لقطة شاشة او ما كتبش بيانات الكرت ده في ورجة فبتجيلك بردك في ارسالها. بنوض بيانات ده كلها ونحفظها عشان ندخلها في فوري. هنروح على تطبيق فوري. ده شباب نفتح تطبيق فوري. ده شباب ندخل البصمة. بعد كالشاب بندخلها كلمة اضافة رصيد. ندخلها الخيار ده. وبندخلها بطاقة بنكية اللي احنا اللي هي بتواصط في فوري كاشة حولناها لي كأنها فيزا. ده شباب. وننتظر. بعد كالشابة ندخلها كلمة اضافة كرت جديد. بعد كالشابة ندخل رقم الكرت ده الرقم الكرت اللي هو باعتنا في رساله. اللي هو مقوى من ستاشر رقم. ده شباب ندخل رقم الكرت بعد كده تاريخ الانتهاء بتلاقيه بردك في الرسالة بيبقى الشهر والسنة بنكتبه الشهر والسنة بعد كده رمز سيفي ده رمز الامان بنكتبه اللي هو بردك بيبقى موجود في الكارت بيبقى من ثلاثة رقام فبنكتبها اللي هو قود التحق وبعد كده يقول لك اختار اسم بيتسمى الفيزا دي اي وليكن بسميها خمسين جنيه ولا بسميها عبد الرحمن او بسميها اي اسم مفيش اي مشاكل بعد كده دوس حكمة اضف البطاقة وننتظر فهنا بيقول لي جاء للتحميل بعد كده اضفت معنا الفيزا بيكتب اسم صاحب الفيزا بيكتب اسمك في الخانة دي بعد كده بتكتب اللغة الانجليزية بعد كده نس حكمة الغرض غرض التحويل بيخلي مرتب او مدخرة او تعليم بعد كده بيحدد المبلغ لو ما جدش المبلغ في دولة فبتكتب المبلغ يدوي فبكتب مثلا 45 انش يعني فور بتاخد رسوم ولكن رسوم فور بتبقى يعني ربع جنيه او نص جنيه يعني حاجة لا تذكر فبكتب 45 انش يعني احسبتها من الرسوم فرسوم بتاع فوري 26 جرش فبداخل رمز التحوكتين اللي هو رمز الامان اللي هو cvv بداخل روتن بيكتد عليها العملية ما كابتو ساكمت ما كابتو ساكمت نعم فهنا جاء للتحميل ننتظر طبعا الرسوم فوري بتبقى حاجة جلالة ب 26 جرش او اكتر يعني حاجة جلالة خالص هنا اقولك تم الإداءة بنجاح فلو رحنا على الصفحة الرسوم بتاع فوري هتلاقي المبلغ الضوف معانا بتاع جهازها اللي بسيطة وبس كالعارف فيديو مستشتعمل لايك وسبسكب كنا سبحان الله بحمدي استغفالك واتوب اليك موسوقى